أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر ثابت لأمن العراق واستقراره والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى الثوابط الرسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شايع سوداني أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإصراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز تكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة من جانبه أشد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة ومؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى أفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات